بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلاموني تريدين شانل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول وانوان محاضرة اليوم مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index اختصاره RSI سنتناول في هذه المحاضرة العناصر الآتية بالشرح والتفصيل واحد لمحة تاريخية عن المؤشر اثنين التعريف بالمؤشر وكيفية حسابه رياضيا ثلاثة طرق قراءة المؤشر أولا لمحة تاريخية عن المؤشر في عام 1978 ميلادية نشر المحلل الفني الأمريكي المعروف ويلد ويلدر كتابه مفاهيم جديدة في نظم التداول الذي جاءت به عدة مؤشرات فنية كان من ضمنها هذا المؤشر RSI ومنذ ذلك التاريخ اكتسب هذا المؤشر شعبي كبير جدا في أوساط المتداولين والمضاربين وأصبح يستدل به كثيرا من المتعاملين في أسواق المال المختلفة في معرفة الاتجاه العام للأسعار وقوة هذا الاتجاه ولكن هناك تنبيه هام جدا أنه هناك فرق بين هذا المؤشر وبين القوة النسبية Relative Strength فالمؤشر يمكن من خلاله معرفة الاتجاه وقواته بينما Relative Strength هو مجرد مقياس للقوة النسبية ويستخدم في حالة المقارنة بين سهمين مختلفين أو عملتين مختلفتين أو سلعتين مختلفتين ثانيا التعريف بالمؤشر وكيفية حسابه رياضيا مؤشر RSI هو عبارة عن مذابذب يتحرك ما بين 0 درجة و100 درجة ويتم حسابه رياضيا على خطوةين الخطوة الأولى حساب القوة النسبية RSI لعدة أسهم وهذا الحساب يكون عبارة عن متوسط أسعار الإقفال التي ارتفعت فيها هذه الأسهم خلال فترة زمنية مقسوما على أسعار الإقفال للأسهم التي هبطت خلال نفس الفترة الزمنية وعادة ما تكون هذه الفترة الزمنية حوالي 9 أو 10 أو 14 يوم على الأكثر الخطوة الثانية مؤشر القوة النسبية RSI يتم حسابه بالمعدة الرياضية الآتية RSI equal 100 minus أفتح قوس أعمل شرط تكسر أحط في البسط 100 على 1 زائد RSI اللي هي القوة النسبية اللي أنا حسبتها ولهذا القانون إثبات رياضي لا فائدة من شرحه بالنسبة للمضارب المهم هو أن نعرف ما هو الأساس العلمي الذي تم بناء عليه حساب مؤشر القوة النسبية RSI وهذا هو القانون الرياضي ثالثا ما هي طرق قراءة هذا المؤشر يتم قراءة وتفسير هذا المؤشر أو هذا المذبذب من خلال خمسة طرق الطريقة الأولى لقراءة المؤشر بالنسبة للمناطق المتطرفة المقصود بالمناطق المتطرفة كما قلنا من قبل هي التي يكون فيها تشبع بيعي أو تشبع شرائي ومن المعروف أن المؤشر يتذذب من سفر درجة إلى مئة درجة عندما يرتفع المؤشر فوق سبعين يصل إلى خمسة وسبعين أو تمانين فإنه يكون قد دخل في منطقة تشبع شرائي أوبربوت في هذه الحالة يقول ويلد ويلدر ينبغي التزام جانب الحظر لأن أي قراءة مرتفعة للمؤشر يمكن أن تتبعها قراءة أعلى منها وأن حالة الإفراد في الشراء ممكن أن تمتد لفترة طويلة كما أنه وبناء على تحليل ويلد أنه يتوقع أن تكون هناك ردة فعل في حركة الأسعار تصحح هذا الوضع لذا يجب أخذ الحيطة والحظر فإدة هذا المؤشر في هذه الحالة أنه سيسجل للمتداول أعلى قراءة له قبل وصول السعر إلى ذروته يعني المؤشر سيسجل أعلى قراءة قبل أن يصل السعر إلى ذروته مما يعطي إشارة استباقية للمتداول بأن السعر على وشك الوصول للذروة والعكس صحيح في حالة إذا هبط السعر إلى أدنى من 30 أو 25 إلى 20 درجة وهو ما يفسر بحالة الإفراط في البيع أو ما يسمى بالتشبع البيع أوبرسول فإنه أيضا في هذه الحالة يجب التزام جانب الحظر وأخذ الحيطة لأن أي قراءة متدنية ليس معناها استحالة وبوط المؤشر إلى درجات أدنى منها وأن الإفراط في البيع يمكن أن يستمر أيضا لمدة طويلة خلاصة القول في هذه النقطة أنه في كل الحالتين سواء في حالة التشبع البيعي أو الشرائي يجب عدم التسرع بالبيع أو الشراء لمجرد وصول المذذب إلى مناطق عليا أو مناطق دنيا وعلى وجه العموم يجب على كل مضارب نجح دراسة نوعية الأسهم التي يضارب عليها بدقة حيث أن لكل عملة أو سهم أو سلعة يتم تدولها في الأسواق خاصية معينة لذلك يجب دراسة القراءات السابقة لهذا السهم أو هذه العملة أو هذه السلعة بواسطة المؤشر لمعرفة مناطق الإفراط في الشراء أو في البيع بناء على أعلى وأدنى القراءات السابقة للمذذب أما الطريقة الثانية لقراءة المؤشر فهي طريقة الإنحراف أو الإفتراق أو الإبتعاد وهو أحد أهم خصائص المذذبات يحدث الإنحراف أو الإفتراق أو الإبتعاد بين المؤشر وبين حركة الأسعار عندما يتجه المؤشر في اتجاه معين بينما السعر يتحرك في اتجاه آخر يختلف تماماً عن اتجاه المؤشر أي أن كل منهما يتحرك حركة منسجمة متسقة صعوداً أو هبوطاً لكن كل واحد فيهما يسير في اتجاه مختلف تماماً عن اتجاه الآخر حيث يلاحظ على الشرط وجود تباين واختلاف بين كل من اتجاهي المؤشر واتجاه السعر هذا الإنحراف في حد ذاته ينقسم إلى قسمان إنحراف شرائي وإنحراف بيعين الإنحراف الشرائي كما نرى على الشرط مقارنة بين حركة السعر وحركة المؤشر عندما طهبت الأسعار يهبط المؤشر ثم ترتفع الأسعار يرتفع المؤشر ثم طهبت الأسعار مرة أخرى مسجلة أقل نقطة هبوط للأسعار في هذه الحالة المؤشر لا ينزل إلى مستوى أدنى من المستوى الذي هبط إليه في المرة السابقة بمعنى السعر ينزل بينما المؤشر أو المذابب لا ينزل إلى نفس اللقطة التي نذل إليها السعر والقسم الثاني من الإنحراف هو الإنحراف البائعي الدبابي بريد دايبرجنس وبالمثل هنعمل مقارنة بين حركة السعر وحركة المؤشر في هذه الحالة هللاقي عندما ترتفع الأسعار يرتفع المؤشر ثم طهبت الأسعار يهبط المؤشر وفي الآخر عندما ترتفع الأسعار مسجلة أعلى نقطة فإن المؤشر في هذه الحالة لا يصعد إلى مستوى أعلى من المستوى الذي يصعد إليه في المرة السابقة والسؤال الآن ماذا يستفيد المتداول من هذا الإنحراف هذا الإنحراف في حركة المؤشر مع السعر بيدي المتداول إهدار مبكر أن الاتجاه قد يتغير قريبا أي أن الاتجاه على وشك التغيير فإذا صدق المؤشر فإنه يمكن للمتداول أن يشتري عند أدنى الأسعار أي عند المناطق الأقل من 30 درجة أو يبيع عند أعلى الأسعار أي عند المناطق فوق 70 درجة لكن للأسف فإن معظم هذه الافتراقات لا تكون صحيحة إلا عندما يحدث الإنحراف في مناطق متطرفة فإن احتمال صحة المؤشر تكون مرتفعة للغاية ولكن على وجه العموم ننصح المتداول بعدم البيع أو الشراء عند المناطق المتطرفة سواء تطرف بيعي أو شرائي والانتظار حتى تتضح المعالم الأساسية الواضحة للسوق أو الاستعانة بمؤشرات أخرى للتأكد من صحة هذا الاختلاف ولا ندخل الصفقات إلا التي مضمونة بنسبة 100% والطريقة الثالثة لقراءة مؤشر RSI طريقة التحليل الكلاسيكي لأنماط منحنيات المذذبات أو المؤشرات تماما مثلما يتم تحليل منحنيات الأسعار نفسها ففي بعض الأحيان يكون النمط على المؤشر أكثر رضوحا منه على حركة الأسعار والطريقة الرابعة والتي أعتبرها من أهم الطرق تحليل نقاط مناطق الدعم والمقاومة للمؤشر فعندما يكسر المؤشر خط مقاومة هذا يعني أنه سوف يستمر في نفس الاتجاه الأعلى وعندما يكسر المؤشر خط دعم فهذا يعني أنه سوف يستمر في نفس الاتجاه السابق إلى أسفل أما الطريقة الخامسة والأخيرة والتي سوف نتنولها بالشرح والتفصيل في محاضرة قادمة إن شاء الله فهي طريقة السوينج فيلور وهي تعني إخفاق النقلة وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم إلى أن ألقاكم في محاضرة قادمة لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيقولوجي في سوق المال والأعمال وذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماسا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته